طيب قطاع الناشئين في الأهل بيوصل جوالاته بقى في المحافظات انتوا عارفين بعد ما عمل الاختبارات في القاهرة وحضرها عدد يمكن زاد عن 20 ألف ناشئ بدأ ينقل الاختبارات للمحافظات راحل شرقية وراحل اسكندرية وراحل سويس وبيعلن عن موعيد الاختبارات في الدأهلية القطاع قرر فتح باب الاختبارات في الدأهلية اعتبارا من يوم الخميس اللي جاي 10 أغسطس داخل مقر أكاديمية الآله الموجودة في استاد جامعة المنصورة هيبدأ بيع الاستمارات من يوم الاثنين اللي جاي على طول 7 أغسطس وحيستمر يومين الثلاث والأربع حتى نفاذ الكمية المخصصة مقابل 100 جنيه للاستمارة الوحدة الاختبارات هتتعمل خلال يومي الخميس والجمعة 10 و11 أغسطس هتبدأ الخميس بمواليد 2018 و17 و16 و15 و2014 و2013 و2012 و2011 يعني من 2011 لغاية 2018 دي يوم الخميس لهذه المرحلة على أن الجمعة على طولها تبقى الاختبارات بقى لمواليد 2007 و8 و9 دي في استاد جامعة المنصورة في مقر أكاديمية الآلي خروج الاختبارات للأقاليم فرصة للولاد اللي ما بيعرفوش يجوا القاهرة هي كانت بتتعبل وكواسي انها رجعت تاني ايه وانها رجعت بشكل أقوى وأكثر تنظيما ما تستناش المويل بتجيلك لأن مش كل الناس قدر تجيلك فضلا عنين وجودك في الأقاليم الآلي ما بيتوجد في الأقاليم بيعمل حالة يعني أنت يعني يا سيد إبراهيم الحالة دي مطلوبة مطلوبة التفاعل مع الأهلي فالزيارات دي مهمة وأتمنى قطاع النشرين زي ما قلت لك قبل كده ويتعمل فريق واعد يسمى فريق الأحلام ولا الأمل ولا يلعب العياد احنا بيطلب الأهلي كثيرا يتفاعل مع الأقاليم بقى والحفاظات يروح للأقاليم لأنه الحقيقة هو مطلوب مطلوب بكسر بيحسر اعتذارات نتيجة الجداول المضغوطة لكن يمكن وصول إلى حلول الأهلي بيعمل حالة من البهجة أينما حل نتمنى أن احنا نلاقي مواهب المحافظات المختلفة تثري الأهلي بإذن الله وإن كان شوف لي فقرة بقى حشر لي أكلمك في الموضوع ده شوي شيء بقى أمر أنت تعاقب الأندية التي تعمل باكتشاف المواهب والتنظيم الجايد في اختار النشئين بتعاقبها تماما بتقعد تغير الله في اللوايح وكل كم سنة كل هام من الاتحاد زي فضي الأندية دي من معظم نجومها ما بقالش لهم سيطر عليهم مجانا على حلم أنه يغازل الأندية في الدرجة التانية في دور المحترفين فتكون نتيجة معظمهم ما بيرضاش يلعب تحت وبيتشتت وفي نفس الوقت بيخسر علاقته بنديه وكثير منهم مشواره يتغير يتغير خالص يعني هذا ليس عدلاً وليس احترافاً وليس نظاماً وليس إدارة احنا قعدنا قبل كده من عشر سنين وانا قلت اختراحات محددة وعجبت ناس كتير في الاتحاد وقعدوا بتنفيذة ولم يحدث شوفوا حال